من بعد ما نتهينا من الميزان فرم ديال النص ديالنا كيجي وقت كنحتاجو فيه لطباعة النص من اللي كنبغيو نطبع النص ديالنا يمكن لنا ذلك بالضغط على كونتخول بي في لوحات المفاتيح اللي كتحولنا مباشرة للبانو امبريمي او انطلاقا من واجهة المستعمل كنمشيو للانجلي فشي او من بعد امبريمي اذا هنا كنختارو الامبريمات اللي غنستعملو اللي يمكن تكون مرتبتة مباشرة بالحاسوب ديالنا او متصلة بالوغيزو تحت باغاماتخ وانطلاقا من هنا يمكننا نختارو عدد الصفحات اللي بغينا نطبعو مثلا لكان عدنا نص كيتشكل من عدد كبير من صفحات فيمكننا نطبعو النص بالكامل او عدد معين من صفحات او صفحة واحدة او حتى جزء من صفحة من بعد ما نختاروه باقي المزايا نشوفهم في شريط اخر هنا في هاد المجال نقدرو ناختارو عدد معين من صفحات بمثال يمكننا نطبعو الصفحات تانية كنكتبو رقم اتنان الصفحة رقم اتنان الصفحة رقم ستة كنكتبو اتنان من الصفحة تانية حتى صفحة ستزا وكنكتب اتنان أو من صفحات تانية حتى الصفحة السادسة ومعهم كذلك صفحة رقم تسعود كنكتبو اتنان تيري ستا بوان فرقل تسعود تالي كنكونو شرحنا الورد الطلاب اللي غيوجه للسيستام ديكسبلوتاشن على عدد صفحات اللي غيطبع هات الزر كيسمح لنا نتبع النص يأما على واجهة وحدة أو على كلتا الواجهتين أما بالنسبة لهات الزر فكيسمح لنا بالترتيب في عملية الطبعة فمثلا عندنا نسك يحتوي على عشر صفحات وطلبنا منو يقوم بنسخ هات النص عشر مرات فباختيار أسمبلة كنقوم بتباعة جميع صفحات النص للمرة الأولى تانية تالتة وهكذا أما باختيار نون أسمبلة كنقوم بتباعة الصفحة الأولى عشر مرات ثم الصفحة التانية عشر مرات ثم التالتة ثم الرابعة إلى آخره يمكننا نقوم بطباعة مع تحديد التوجيه بورتخي أو البيزاج ومن هنا يمكننا نغيره لاتاي دو بابي أو لمرج بالنسبة لهذه الخانة فهي كتساعدنا في تحديد عدد الصفحات اللي غنطبعوا على صفحة واحدة فقط هنا في الأسفل لعدنا الرابط ميزون باج اللي كتفتح لنا في ذات ميزون باج واللي تعرفنا عليها من قبل من بعد ما نقوموا بالإعدادات اللازمة كنمشيوا الكوبي وكنكتبوا عدد النسخ اللي بغينا وأخيرا بالضغط على أم بخيمي جميع الإعدادات اللي قمنا بها كتنفذ ترجمة نانسي قنقر